السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلى الله عليه وسلم وبركة على سيدنا محمد وعلى آلي وأصحابي أجمعين أهلا بكم تواييني الفيديو جديد الفيديو 18 نحن سلسلة فيديوهات تعليم الكروشين من السفر الاحتراف اليوم هنتعلم مع بعض الوردة الجميلة دي الوردة دي تقدري تحطيها على شغل وتقدري زي ما عملنا المرة اللي فاتت تشبوكي وتعملي فيها مربع الجروني تعملي منهم محادات تعملي منهم تعليقه لحاجه هنبدأ كده مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم انا هقول كده هبدأ دمعي الأول خيط الي زجيبة ده بطيبقى مناسب جدا للورد والأشغال المفارش والأشغال الجميلة دي دايماً وبينفع طبعا البلوزات يا مكنت بعملي بلوزة من الخيط وتزينيها بالورد ذوت ذوت هنا بيكترخ علي كم متر تلتمية وخمسين متر اه بيكترخ علي اشتغل لو هشتغله شركوه بابرة ثلاثة وربع لكن لو هشتغله كوروشي بابرة شايفين معي انت بقى جل العلامات بابرة واحد من ابرة واحد لحد ابرة تلاتة او تلاتة ونص تمام؟ فانا معي هنا تلات مأسات من الابر تلاتة ونص وتلاتة واثنين ونص تمام؟ نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده بابرة ثلاثة هنعمل قلب الوردة باللون الفتح ده تمام؟ هنعمل الدايرة السحرية عشان تبقى القفلة بتاعتنا ديقة كده تبقى الوردة بتاعتنا القفلة بتاعتها ديقة وصغيرة عشان تبقى اشيك هطلع هدخل كده واسحب الخيط واعمل تلات سلاسل ما ثابت اول عمود اثنين تلاتة تمام كده هعمل اول عمود هعمل كام عمود؟ هعمل حوالي تسعة وشر عمود مش حوالي هم تسعة وشر ان شاء الله اجي كده ثلاثة طبعا اول ثلاث سلاسل بنحسبهم معنا اول عمود اجي اربعة طبعا انا افضل بصه اهم حدا الطرفي دايب افضل في ايدك ما ايهربش منك حشان دلعن دايق منه الدايرة خمسة خدنا مع بعض العمود طبعا بلخ بدخل اخد تلات لخات على الابرة بطلع من اثنين وبعدين اثنين اللفة لفة على الابرة وادخل اخد لفة واطلع من اثنين وبعدين اثنين تكوني حريصة في شغلك اشتغلي بالروحة واحدة واحدة في الاول لازم بعد كده لما حتيبقي متبرزة هتشتغلي نفسي بتشتغلي انش مهماته وانش مش بص اصلا للشغل هكمل لتسعتاشر عمود بتوي وارجعلكو تاني رجعتلكو تاني خلص خلصنا التسعتاشر عمود بمسك طرف الشوكلة ده وبشدوه بصوا ضمت الدايرة بتاعتي ازاي ضمت الدايرة بتاعتي كويس ادي اطلع هنا هدخل في تالة سلسلة واخذ غرزة منظر تمام كده ودارسها ببسيط denWh هاتلع بثلاث سلاسل مسابة اول عمود وحتيين ثلاثة وغرزة مسافة من بين العمود والعمود هالف الخيط على الابرة ودخل في اول عمود اطلع فوقية عمود اخذ مسافة اخد غرزة سلسلة الف الابرة وبدخل فين هنا واضح معي اهو بدخل تحت دول اهي بالشكل ده وطلع عمل اثنين بعدين اثنين واخد غرزة سلسلة هلف وادخل فوق العمود وعمل عمود تزايد بتاعي هنا مفاكرين دروس التزايد بتاعي هنا السلسلة مش بعمل عمود بعمل سلسلة هشتغل عمود سلسلة عمود لحد ما خلص الدائرة بتاعتي خلص خلصت اشتغلت فوق كل عمود عمود ما بينهم سلسلة خلص كده انا خلص مش هستخدم اللون ده تاني هقفل عشان هعمل القلب لون والوردة نفسها لون فهاشبك هاخد غرزة تزبيت واقص الشغل عشان اسبت الشغل بتهاي كده تمام خلص كده مهمة الشغل الخده خلص خلص تمام هجيب اللون التاني هعمل بالوردة اهو اي لون متحبة عندك انت حب الوردة لايقة ايه عاملها على بلوزة عاملها على مفرش بتعملي بقى الالوان المناسبة بتاعتك بحز اهم حاجة بس يكونوا الاتنين فتلة واحدة هادخل هنا طبعا دقي الفتلة دي هاخدها وانا بشتغل هاخدها تحت الشغل وانا بشتغل تمام هاخد كده واطلع اعمل عقدة اثبت الشغل بتاعي كويس جدا اهم حاجة عقدة كمان فقيها بحيس انها تبقاها معي مزبوطة وجمدة وما فيش اي فتلة تطلع مني تقوم تفك الشغل بتاعي ارجع عندها انتو بتتعبي في الشغل بتاعك فلازم يكون تثبيتك حلو هعمل ايه هعمل غرزة حشو هنا هعمل غرزة حشو في الفراغ اطلع كده عملت غرزة حشو اخدناها ليه بدخل واخد لفة واطلع من الاتنين واطلع من العشر سليسل واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة عملت عشر سليسل انا عايز اعمل البتلة الاولانية جي جي ماشي البتلة جي عندي مكونة من كم عمود مكونة اجي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة وستة اتناشر غرزة بيقو الغرزة جي بيقو اتناشر غرزة فانا هعمل ستة بس مش هعمل عشرة عشان تبقى معي مسكة ببعضها كده تمام اجي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة ستة غرز بس ماشي هدخل في الفراغ اخد الفتلة جي معي وراه عشان ترم انا بشتعل اخدها في الفراغ اعمل غرزة خشو فهمت الفكرة معي جاية زي اهو والخدة هاقصه خلص انا اشتغلت عليه اصلا فانا مش محتاجة اعمل ستة غرز واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هدخل في الفراغ انا اخدقه بفتلتين دول باشتغل عليهم غرزة الحشو واعمل غرزة طبعا ايديك تكون متماسكة عشان شغلك يبقى طبعا حلو جميل متماسك نفس الحكاية هقرر بقى كل الراوند دمعية على ستة سلاسل غرزة حشو في الفراغ ستة سلاسل اجي اثنين اربعة ستة في الفراغ ادخل وانزل اعمل غرزة حشو هكمل السطر دكت